موسيقى مساء الخير ستكون اليوم الحلقة الاختتامية لسلسلة أخبار تشرين الأول أترككم الآن مع أهم العناوين لقاء خاص مع ناجية من مرض سرطان الثدي نصيحة جوهرية أما الآن أترككم بلقاء خاص بين ركان وناجية من مرض سرطان الثدي شكراً لكم منا اليوم أنا أتصال هاد فيه مع السيد ربيع الشمري سيد ربيع هي أحدى الناجية من مرض سرطان الثدي فيما نطلق ألو السلام عليكم سيد ربيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد ربيع ممكن تحكي لنا أكثر عن تجربة تحكم سرطان الثدي أنا ربيع الشمري ناجية من مرض السرطان أنا اكتفت إصابة بالسرطان بالالفين وستة طبعاً كانت إصابة بالثدي في شمال طريت طبعاً أني أستاصل الثدي كامل وخضعت طبعاً للعلاج الكيماوي وبعدين العلاج الهرموني العلاج الهرموني طبعاً كان لمدة خمس سنين والحمد لله يعني كملت العلاج طبعاً العلاج الكيماوي كانت إلو مضاعفات كثيرة نزول الشعر الغطيان اللعيان ألم بالمصاصل بالعظام اكتئاب شعب عام إرهاق بس الحمد لله أنا تخطيت كل هذه المرحلة أنا لما انصبت طبعاً يعني سعرت بصدمة بعد ما سعرت بالصدمة وخلص يعني انت صدد الصدمة بديت أفكر أنه لا أنا لازم أكمل العلاج لازم أنا أدعم نفسي لازم أنا أنا اللي أدعم نفسي أنا اللي يعني أواجه المرض أنا أتحدى المرض أنا أتغلب على المرض فكنت طبعاً يعني بديت إني أنا أفكر شو الأمور اللي بتساعدني على إني أخلي دايماً مناعتي مرتفعة على إني أنا أواجه هذا المرض وأاخد جرعاتي كيماوي كلها وأكون يعني أخليها تكون خفيفة شوي علي الحمد لله والشكول الله طبعاً خلص العلاج الكيماوي بعدها بدي يطلع الحمد لله شعري بلس بالعلاج الهرموني أنا هلا في أول جرعة كيماوي لما كنت باخدها وكنت على الكرسي باخد كيماوي فاتت عندي وحدة وعرفتني عن حالها إنها من مجموعة سند فأنا طبعاً إنه يعني تفاجأت إنها إلها مصابة ست سنين وإنها الحمد لله هي هي يعني بتأدي رسالتها وحياتها ماشي طبيعي وكملت العلاج فأعطتني دفعة أمل إنه يعني الإنسان هذا المرض مش نعتبره مرض خلص نهاية العالم أو مرض قاتل لأ إنه الإنسان ممكن يتغلب يتغلب عليه وينقصر عليه فأنا يعني بعد ما كملت مرحلة العلاج طلبوا مني العمل الاستماعي أني أنضم لمجموعة سند طبعاً وافق وانضميت لمجموعة سند سيد ربيع عملتك كان عن الأعراض اللي بلاش أنتظر عليك خلتك تروحي وتفق سيد الدكتور أنا بصراحة كنت أول ما بلس اللي هو كان زمان مر اسمها مستشفى الأمل عملت فيه تأمين إلي أول أولادي وأنا بنصح كل شخص وكل عائلة أردنية إنها تعمل التأمين هذا هلا أنا للأسف كنت عاملة تأمين بس أمري ما روحت أملت كشف عندهم كنت بروح لأحد المستشفيات الخاصة أحد الدكاتر الخاصين كل سنة هذا الكلام من السبعة وتسعين وبعمل اللي هي الكسف السريري لسة دي وبعمل خز على الرحم وكان دكتوري طمني إنه أموري تمام وكنت في نفس الوقت أنا بالبيت بعمل الفحص الذاكي إلي اللي هو بعد يعني بعد آخر كل دورة النصف مفروض تعمل وهي بالحمام بعمل فحص دوري لأستادي أنا بالألثين حسيت إنه فيه إشي بالأستادي سمال يعني لمسته يعني كتير كتير صغير إشي بس إنه لمسته ما في ألم ولا إشي لمسته ورحت على الدكتور طبعا حكالي أنسي الموضوع أبدا ولا قادي عبارة عن قدة دهنية وأنا طبعا سمعت كلامه دكتوري من السبع وتسعين ضليت أنا للألفين وستة للأسف في الألفين وستة كبر الورم صار يعني ضاغط على شكله على الأنسجة على هذا صارت يعني عندي ألم رحت لنفس الدكتور لما شافني يعني عمل حاله إنه متفاجئ إنه مش عارف حكت لي دكتور بنفس المكان وإنت عمرك ما حكت لي أعملي ماموغرام المهم منزلت أعملت ماموغرام وعملت ألتراساون ونفس اليوم اكتثفت إني مصابب السرطان للأسف كان حجم الورم أربعة سان تونس يعني أنا لو من الألفين من لما حكيت لو كان الورم صغير كان أنا يعني اختصرت كل هالمرحلة أو اللي مريت فيها اللي هي كان ما استأصلت تسادي كامل كان ممكن بس يعني كان أنا متأكدة إنه كانت مرحلتي مش مرحلة ستيج وان ولا تو ولا تري يمكن زيرو كان كان أنا ممكن يعني اضطريت إنه بس أصطأ في الكتلة اللي أنا لمفتها المهم أنا عملت طبعا في أحد المستسفيات الاستقصال لستدي كامل وبعدين عملت إجراءات اللي هي الإعساء من الديوان وأخذت علاجة بمركز الحصين للسرطان طب ست ربيعة كيف كانت مدد فعل عائلتك والمجتمع بحاولت لمعرفه بساطة كبارة السرطان والله يعني أنا نفس ما كنت سمسدقيا يعني هو الإنسان نفسه دايماً بيبعد عن حاله إنه هو ممكن ينصب بالسرطان فالكل يعني طبعاً الكل يعني اتفاجأ مصدم الكل يعني ما كان مصدق وأكتر إيش بصراحة أولادي يعني أنا عندي ولاد تنين كانوا شباب في الجامعة فهم يعني كانت المعاناة عليهم تغيرة بس بمفس الوقت دعموني يعني دعموني والكل دعمني الكل دعمني لأنه الكل كانت هذه من الالفين وستة فكرة السرطان إنه خلص الإنسان بده يموت فكنت أنا بعد ما صاب صدمة ومتصفية فلأصرت أنا أخفف عنهم بالعكس أنا لما نزل شعري ما كان عندي أي مشكلة كنت قدام أولادي صاحباتي لما يجوا أهلي أظنني بدون البندانة أو بدون الباروكة عادي عادي وأحكي لهم أنا هذه فترة وبتعدي هذا علاج مش طول العمر هذا مجرد أربعة جرعات بيأخدهم وبعدين كل أموري راح ترجع تمام كنت أنا يعني أنا دعمت نفسي بفراحة يعني أنا كنت الداعم لنفسي أنا بذكر نفسي لأني أنا دعمت نفسي وأنا يعني حطيت قدامي هدف إنه أنا بدي أتغلب على السرطان بدي شيء يتمكن مني ولا بدي يتغلب علي بالإضافة يعني دعموني معنويا نفسيا أولادي يعني أولادي بالذات كمان يعني كتير دعموني وتخطيت المرحلة تخطيت يعني مرحلة المرض ومرحلة العلاج يعني مرحلة العلاج كتير صعبة اللي هي الكيماوي يعني ستربيع ممكن تحكي إنه دعم الأحباء والسلط والقضاء على الدار آه دعم كتير دعم أنا أولادي أولادي هم اللي خلوني أتمسك بصراحة بالحياة وأتمسك إنه أنا بدي بجانب العلاج الكيماوي يعني بدي أستمر وبدي أخذ العلاج بس بنفس الوقت أنا بدي تكون الطاقة عندي دايما إيجابية ومعنويات قوية أنا لما شفت أولادي ولفتهم حوالي لما شفت أولادي آه ابني لما نزل شعري راح وحلق شعره وقال لي أنا ما رح أربي شعري إلا لما أنت يطلع شعرك فهذه كانت أكبر داعم خوفهم علي حرصهم علي آه هذا ساهم يعني ساهم وأعطاني إنه رسالة أو دافئة إنه لأ أنت بدك تستمر بدك تغلب المرض بمشال لسا في رسالة بدك تكمليها مع أولادك الدعم كتير الدعم والحب والتكاتف والإله إله كتير يعني بساهم بساهم في الشفاء طب سيد ربيعة كيف حسنت إني بطلت المستمع عبر الضمامك بسبوع الساعة آه أنا هلأ بدي أحكي لك يعني بدي أحكي لك على هذه النقطة بالذات وكم كان إلها أثر وأول إثي أثر بتيي أنا وهذا الإثي اللي تزعني إني أنضم لمجموعة سند أنا في أول جرعة كيماوي آه إجيتني واحدة ومن مجموعة سند وطبعا حكيت لك إنه كيف أنا ارتحت لما شفتها وانبساطت إنه هي واحدة زي هي هيها مرت في المرض وتعافت منه نزل شعرها وطلع وهيها بتمارس حياتها فأمه بتمارس حياتها في أسرتها وفي المجتمع عادي أنا لما اتصلوا فيي العمل الاجتماعي بعد ما خلصت الكيماوي وطلبوا مني أن أنضم لمجموعة سند على طول طبعا يعني وافقت طبعا مجموعة بدها كان مفروض خب شهور نظن ناخد دورات مكثفة كانت دورات كتير حلوة وأنا كنت حابة لأنه أنا حبيت حبيت هذا حبيت إني أكون داعي وحبيت إني أدعم المريضات للداد وأثر فيهم زي ما أنا كان الدعم إليه فضل فيه يعني خلاني عندي أمل إنه أنا بإذن الله راح أطيب الآن إحنا مجموعة سند عبارة عن مجموعة ستات ناجيات من مرض السرطان كملوا علاجهم طبعا الهدف من هذا إنه ندعم المريضات للداد اللي تشخصوا جديد بالمرض واللي عندي بلشوا بالكيماوي طبعا بريس كانسر الآن إحنا بنشوفهم نحكي لهم عن تجربتنا شو اللي تعرضنا له كيف الكيماوي شو اللي أخدنا شو اللي عملنا بالإضافة لهذا في النصطات بنعملها لستات المصطات عبارة عن نصطات ترفيهية وكلها مزانية يعني كلها مزانية مثلا بناخدهم رحلة للستات طول النهار ناخدهم مثلا على غدا بنعملهم مفتور أيام عيد الأمة بنعملهم برضو إحتفالات وبرضو بندعم المريضات للداد نشكي لهم عن تجربتنا شو اللي مر فينا شو اللي مفروض يعملوا شو اللي مفروض يساووا فهذا يعني بتعطيهم كتير أمل هذا بالنسبة للمصابات الغير المصابات مثلا كمنا نحن نطلع لها نحن نقول لها فورة يسار مركز الحصين كنا نطلع لها مدارس مثلا في الأغوار يكونوا مثلا داعيين في 36 أو 40 أنه تعالوا في ندوة مثلا عن سرطان التدي والكتف المبكر هلا يكونوا كلهم خايفين لما يعرفوا عني أنه أنا مثلا ربيعة السمري نازي من سرطان التدي بصيروا كلياتهم هيك يتطلعوا إنه والله أكن خنائي لك وكيف وبحكي لهم هيك أنا الحمد لله انصبت بالمرض وأخذت العلاج وهيني الحمد لله واكثة على رجلي داع ملا أنا قرضة صرت أدعم أسرتي قائمة بولادي أموري كلها تمام بمارس حياتي بالمجتمع هذه فبصير عندهم إيد يتشجعوا إنهم يعملوا الكسف المبكر هذا بالنسبة للي مش مصابات طب ست ربيعة عندك أي كلمة بتوتي على جمهورنا بوزيها الرسالة مستثلة بوزيها الرسالة للزوج وللأخ وللأب 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 للإبن إنه دائما يحطوا إمهاتهم أو خواتهم أو نسوانهم على الكسف المبكر الكسف المبكر يعني أنا بركز على الكسف يكسروا حاجز القوف ما يحقوا الله لا إحنا خايفين بلات نفتح على حالنا باب بلات لا ما اضلي عايش بالوهم والقوف اكسروا حاجز القوف ادفاعة وروحي أعملي صورتها المموغرام واطمئنني عن حالك ألا لو الوحدة كانت مش مصابة الحمد لله هي هاطمئنت على حالها ووفرت على حالها القلق والتفكير إنه ممكن أكون مصابة ولا لا لو كانت مصابة دائما الاكتشاف المرض في أوله بكون العلاج كتير سهل ونسب النزاح دي بزدات للبريست كامتر بتوصل إلى 98% يعني نحن في عندنا مجموعة سنة بستات لهم عشرين سنة فيه لهم سبق عشر سنة نازيات يعني والحمد لله فدايما بنصح الست إن في الكشف المبكر بنصحها تروح تكشف لأنه الست هي الدعام الرئيسية للأسرة هي يعني العصب الحيوي للأسرة أو للبيت بنصح رسالتي لكل ست إنها تفحص تحتعمل الكشف المبكر وتطمئن على حالها وتسأل في حالها يعني مش إنه تهمل في نفسها لا بدي أفحص ولا إيشي لا بنصح كل ست إنها تفحص كشف المبكر وبنصح كل ست إنها ما تخاف المرض سرطان مش الإثل اللي كنا ماخدين عنه فكرة زمان إنه ضع ضعو بكوف لا في نسب شفاء ونسب شفاء عالية إذا الإنسان اكتشفه مبكر والتزم بالكيمة واللي بيشكيله يا الدكتور بإذن الله إنه بيتخطى المرض وبصير مع قائمة الناجين وقائمة السرفايفور بإذن الله الحمد لله على السلام بس طريقة وإني أعرفك حلوة وأنا يخلي لك أحبابك وخلي لك ياهو شكراً كتير عبتك شكراً لكم وشكراً لكم وبتمنى لكم إن شاء الله النجاح في رسالتكم اللي بتأدوها أنتو كمان عوداً للستوديو معكم أترككم الآن مع محمد ليخبرنا عن نصيحة جوهرية كلنا بحاجة إليها إن الدعم النفسي لمرضى السرطان هو علاج تكملي وجزء لا يتجزع من العلاج النفسي وحيث أن العلاج النفسي يختلف من شخص إلى آخر بحسب نوع مرحلة المرض والمحيط الاجتماعي النفسي الذي يحيط بالمريض حيث أننا لا ننسى أن السرطان هو من أكثر الأمراض التي تؤدي إلى الأضطرابات النفسية والمتاعب النفسية خاصة للفتيات الذي يعانين من مرض سرطان التدي حيث أن العلاج النفسي اختلف حيث أن مرحلة تصاقط الشعر في بداية العلاج الكيميائي هي من أصعب المراحل النفسية للفتيات التي يعانين من تصاقط شعورهن شكراً لحسن متابعتكم لنا خلال هذا الشهر أتمنى أن نكون قد وفينا في الوعد حين قلنا سنغطي أخبار الأردن من شمالها إلى جنوبها طبتم في خير اعمل شر الفيديو في فيسبوك وتويتر وعمل جون للإفن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر